السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة السادسة للفصل الخامس لمقرر ردارة المشاريع المتقدمة للطلاب الماجستير اليوم سوف نتحدث عن المشروع سنتحدث عن المشروع ووجوده داخل الهيكل التنظيمي الخاص بالمنظمة من أهم الموضوعات الموجودة معنا في المقرر واللي بتوضح مكانة المشروع داخل الهيكل التنظيمي وأنواع الهيكل التنظيمية في المشاريع أو في المؤسسات المختلفة وكيف ينخرط المشروع داخل تلك الهيكل التنظيمية ايضا أفرم فهنا يتحدث عن كيفية تقسيم المؤسسة أو الشركة إلى أقسام مختلفة وطبيعة العمل داخل المنظمات ومنذ بداية وجود الفكر الإداري أنه يتم تقسيم الشركة إلى أجزاء وطبعا الوظيفة الإدارية المعروفة باسم وظيفة التنظيم أساس عملها هو تحويل المنظمة أو تقسمها إلى أقسام وتحديد السلطة والمسئولية وتحديد مكان وجود كل شخص داخل المنظمة وبالتالي يتم تنظيم الشركة بشكل أو بآخر وذلك لضمان حسن سير العمل وضمان الاتصالات بين أقسامها بشكل جيد فقد يتم تنظيم الشركة وتقسيمها إلى أقسام حسب المنتجات التي تقوم بإنتاجها ثم يتم تقسيم أقسام المنتجات أيضا إلى أجزاء حسب العملاء الذين يقومون بخدمتهم فيتم تقسيم كل قسم من أقسام المنتجات إلى مثلا قسم خاص بعملاء التجزئة وقسم خاص بعملاء الجملة وأيضا يتم تقسيم تلك الأقسام إلى وظائف فرعية إذن الشكل الذي تتخذ المنظمة في النهاية ينتج عن هذا التقسيم ومن أجل ذلك نطلق على الشركة منظمة في الأساس الحاقا بلفظ التنظيم أو وظيفة التنظيم والتي هي أحد أهم الوظائف الإدارية في السنة الأخيرة أو الأحد الأخرى نوع جديد من الهياكل التنظيمية لم يكن معروفا مسبقا من حوالي عقد أو نحو ذلك هذا النوع الجديد من الهيكل التنظيمي يسمى تنظيم المشروع أو هيكل تنظيم المشروع أو الهيكل المشاريعي The Project Organization في هذا الهيكل بيتم تقسيم المؤسسة إلى مشروعات أو إلى فرق مشروعات Enterprise Project Management إدارة مشاريع المؤسسة أيضا نعرف أن نقوم بإدارة المنظمات من خلال المشروعات أو The Project Oriented Firm المؤسسة الموجهة بالمشاريع كل هذه مصطلحات تطلق على الشركة التي ترزم ويتم تقسيم هيكلها حسب المشاريع Such organizations have been described as applying project management practices and tools across enterprise بنسمى بهذا المسمى المؤسسات التي تطبق أدوات إدارة المشاريع داخل هيكلها التنظيمي agreed many firms both software and non-software firms alike have now adapted a system whereby their traditional business is carried out in the traditional way but anything that represents the change is carried out as a project العديد من الشركات اتبنت سواء كانت شركات بربجيات أو خلافه كانت شركات بربجيات معروفة بذلك اتبنت نظام بيتم من خلاله القيام بأعمالها بشكل تقليدي روتيني يعني هيكل تنظيمي روتيني بالإضافة إلى أن أي شيء جديد هيعمله أو التطوير سيتم بيتم تنفيذه كمشروع يبقى عندهم هيكل تنظيمي تقليدي وليكن مثلا هيكل تنظيم مبني على الوظائف بالإضافة إلى قسم أو جزء مختص بالمشاريع يتولى القيام بأي وظيفة جديدة أو أي مهمة جديدة تتم داخل المؤسسة وعلشان كده احنا هنا بنتكلم عن أول نوع من أنواع الهياكل التنظيمية اللي هو organizational structure وبنقول فين بقى المشروع وإيه وضعه في داخل الهيكل التنظيمي الوظيفي The project in the organizational structure تعال نشوف كده الهيكل التنظيمي الوظيفي شكله بيكون عامل إزاي الهيكل التنظيمي الوظيفي بيبقى بالشكل اللي قدام حضراتكو ده هو أصلاً سمية بالهيكل الوظيفي لأنه هو مقسم أو بيقسم المنظمة وظائف أو حسب الوظائف التي تتم فيها فعندنا هنا رئيس المنظمة أو المدير العام بيشتغل معه مع المدير العام أو مع رئيس المنظمة تحته كده متقسم الهيكل إلى إدارة الـ R&D أو البحث والتطوير الإدارة المالية أو إدارة التمويل إدارة التسويق الماركتينج مانجر مانيفاكتر مانجر إدارة الإنتاج وكل إدارة منهم تحتها الهيكل التنظيمي الخاص بها إذن هذه المنظمة مقسمة وظيفياً أي حسب الوظائف التي تتم داخل الشركة طيب زي ما قلنا هنا في الهيكل الوظيفي لا يوجد موقع ثابت للمشاريع ولكن عندما نحتاج إلى تنفيذ مشروع ما يتم تطبيقه من خلال العمل على تكوين فريق مشروع ورئيس لهذا الفريق من داخل الهيكل الوظيفي التقليدي الموجود هناك الكثير من الوظيفي التقليد الموجود تطبيق الموجود ورئيس لهذا الفريق ولكن الكثير منهم يمكن أن يكون تطبيق الموجود في أسفل 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 كومبيتيشن هنا بنتحدث عن ظهور الهيكل التنظيمي المشاريعي أو بدء دخول المشاريع داخل الهيكل التنظيمية في المؤسسات وبنقول هناك أسباب كتير ولكن قد نذكر أهمها والسبب الأول ضرورة السرعة في الاستجابة نحو متطلبات الأسواق والمنافسة السريعة لموجودة وذلك لتحقيق تنافسية ناجحة بيتطلب منك أنك تقوم بتنفيذ بعض المهام بشكل سريع جدا قد لا تسعفك الإجراءات الروتينية التقليدية القيام بها وبالتالي يفضل أن تقوم بتلك المهام من خلال المشاريع فالهيكل الخاص بالمشروع يمكنك من القيام بذلك طبعا زي ما درسنا في المحاضرات الماضية طبيعة عمل المشروع هي الإنجاز وسرعة الإنجاز تحديدا السبب الثاني السبب الثاني السبب الثاني نقول السبب الثاني أن تطوير المنتجات والعمليات الجديدة التي نريد أن نستخدمها للمنافسة في السوق يتطلب مدخلات كثير من مجالات متنوعة ومن معارف متخصصة وبالتالي هيكل المشاريع اللي هو النظام المشروع اللي بيجمع متخصصين من كافة المجالات هو الأصلح في هذه الجزئية السبب الثاني السبب الثاني التطور السريع والنمو السريع في الإمكانيات التكنولوجية في المؤسسات أصبح بيؤثر على البنية الأساسية التقليدية للمنظمة وبالتالي الهيكل المشاريع بيكون هو الأفضل وأخيرا غالبا المديرين الكبار في المؤسسة أو مدير الإدارة العليا ما يشعروا بثقة كبيرة في سيطرتهم على الأنشطة الموجودة مع تنوعها ودخول الأنشطة أو الاحتياج لأنشطة جديدة باستمرار مع مرور الوقت وبالتالي بيميلوا بشكل أفضل أنهم يسيطروا على تلك الأنشطة من خلال المشاريع مشروع يتم تنفيذه ويتم الانتهاء منه وثم الدخول في مشروع آخر أو الدخول في عدة مشاريع للانتهاء من أنشطة أو من مهام محددة فبيكون هذا هو الشكل الأمثل بدلا من تكليف الإدارات التقليدية لقيام بأعمال تقليدية في هذا الجانب طيب إحنا قد نتكلم عن البروجيكت أو المشروع as a part of the functional organization يعني لا يوجد هيكل خاص بالمشاريع ولكن المؤسسة مقسمة إلى functional organization أو هيكل تنظيمي وظيفي ومن ضمن الاختيارات هنا أو بناء على هذا الهيكل فالمشروع كما ذكرنا بيتم تنفيذه من خلال functional divisions for functionally organized projects the project is assigned to the functional unit that has the most interest in ensuring its success or can be most helpful in implementing it في الحالة دي بنعمل بنكلف إدارة وظيفية من الإدارات الموجودة عندنا بتنفيذ المشروع وغالبا أو الإشراف على تنفيذ المشروع وغالبا بتكون الإدارة دي هي الإدارة الأكثر نفعا أو الأكثر اهتماما بتنفيذ المشروع فعلى سبيل المثال لو بنتكلم عن تطوير منتج جديد لإدخال السوق فقد تكون مثلا إدارة التسويق هي الإدارة المسؤولة عن المشروع وتنفيذه أو إدارة التطوير البحوث والتطوير مثلا يعني بنتكلم هنا عن تطوير أو تحديث بعض الآليات أو تنفيذ تكنولوجيا جديدة داخل المنظمة فقد تكون أكتر إدارة مسؤولة عن تلك المهمة هي إدارة الإنتاج والعمليات فتكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع إذن الخلاصة أن المشروع يتم إيكاله ويتم تكليف أحد الإدارات الوظيفية لكي تشرف عليه وتكون مسؤولة عنه وأن تكليف مدير له وتوفير الخاص به طبعا الخاص بيكون من الإدارة فقط ولكن من العديد من الإدارات لكن الجزء الأكبر بيكون من تلك الإدارة طيب لو اتكلمنا عن وقلنا ما هي المشروع الفوائد اللي ممكن تحصل عليها نتيجة لأن المشروع يكون جزء من الهيكل الوظيفي داخل المنظمة أولا بيكون عندك مرونة عالية في استخدام الموارد البشرية الموجودة ليه لأن أنت عندك الإدارات الوظيفية وهي اللي بتنفذ المشروع فبيكون عندي إمكانية أن نستخدم الموظفين اللي موجودين داخل هذه الإدارات بدون أي مشاكل وأبدل ما بينهم وأحقق المرونة في هذا الجانب الوظيفية الوقت مثلا إنه بيعتبر مورد مورد نادر لكن أنا لو بتكلم عن شكل تاني من الهاكل التنظيمية اللي أنا خدت المدير ده أو الموظف ده وخليته متخصص في مشروع معين فخلاص هو وفقا للهيكل التنظيمي هيبقى صعب إننا نقله إلى مشروع آخر أو خليه يكلف مشاريع أخرى إنه لو موجود في المنظمة وفي أصلا وجوده داخل أحد الإدارات الوظيفية فطبيعي جدا إننا ممكن أخليه يمارس الجزء الخاص بتخصصه في كل المشاريع اللي موجودة أو بعضها نقدر إننا نجمع المتخصصين من الأقسام كلها ونخليهم يشتغلوا مع بعض لتبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم هنا بقى بيقول لي إيه بقول لي إن الأقسام الوظيفية ممكن بتعمل كقعدة ل الاستمرارية عندما يختار أحد الأفراد إن هو يترك المشروع أو يترك الشركة الأم إحنا قلنا من شوية إن بيبقى فيه مرونة في استخدام الأفراد الموجودين وعندنا وفرة من التخصصات داخل الأقسام الوظيفية المختلفة فالمؤسسة أو القسم لا يتوقف على أحد والمشروع لن يتوقف على أحد فلما يجي أحد الموظفين اللي بيشتغلوا في يعني وظيفة مهمة يترك المنظمة نستطيع إيجاد بديل له لما يكون حد متخصص أو عنده خبرة في مجال معين فالقسم الوظيفي أو الإدارة الوظيفية بتعتبر هي المصار الطبيعي للترقي أو للتقدم اللي هو بيطمح إليه بعنا أصحة كده الفرق اللي بتعمل فيه المشاريع قد لا يتاح لجميع الأفراد فيها مصار وظيفي جيد نظرا لتنكلهم بشكل كبير لكن بين المشاريع طبعا لكن كل موظف من موظفين الأقسام الوظيفية اللي موجود أريدي في مصار الطبيعي من خلال تقارير أداءه ومن خلال عمله بيتم ترقيته وبيسلك المصار الوظيفي الطبيعي الذي يستطيع أن يسلكه أي موظف فبيترقى داخل قسمه الوظيفي بشكل عادي جدا من موظف صغير إلى درجات أعلى حتى يصل إلى مدير أو رئيس هذه القسمة أو هذه الإدارة هذا بالنسبة لأهم الفوائد طيب تعال تشوف طبعا نحن نتكلم عن عيوب The project as part of the functional organization The client is not the focus of activity and concern أول عيب يتكلم عنه أن أحيانا مش هيبقى العميل هو اهتمام الناس كلها لا يمكن أن نصف العميل كمحور النشاط والاهتمام لماذا؟ لأنه هما الناس أو الفريق اللي بيعمل في المشروع قريدي هما بيشتغلوا في أقسامهم الوظيفية واهتمامهم الأساسي بعملهم داخل هذه الأقسام وبيعتبروا أن عملهم داخل المشروع مؤقت فقد لا يهتمون بهذا العمل بشكل كبير ده جزء مهم برضو احنا قلنا بيشرف على المشروع قسم وظيفي معين طبعا المشروع بيبقى عبارة عن العديد من المهام هذا القسم قد يهتم بالأنشطة المتعلقة بوظيفته فقط بمعنى أن المشروع بيحتاج إلى العديد من المهام مثل الإنتاج والتسويق والإدارة المالية والموارد البشرية والشراء والتوريد وووووو لكن اللي بيشرف على المشروع هي إدارة التسويق فتجدها بتهتم بأنشطة التسويق أكتر من باقي الأنشطة لا يوجد شخص معين له السلطة الكاملة على المشروع وطبعا احنا تعلمنا من الإدارة ومن وظائف الإدارة ومن مبادئ الإدارة المعروفة أن هناك ما يعرف بالسلطة والمسئولية وبالتالي طالما أن هناك لا يوجد شخص محدد له المسئولية أو لديه المسئولية الكاملة عن المشروع ذلك يعني أنه في حالة وقوع أخطاء أو مشاكل لن نجد من نسأله أو نسائله أو نحاسبه على هذه الأخطاء وتلك مشكلة كبيرة طبعا في الواقع العملي لا يكون الموضوع بهذا السواد يعني بيكون في ناس مسئولين وبيتم محاسبتهم ولكن الموضوع لا يكون بنفس الكمال لو كان هناك مدير للمشروع مسئول عنه بشكل كامل وفي حالة وجود مشكلة أو خطأ يتم توجيه التساؤل له هنا بقى برضو في مشكلة كبيرة نتيجة طبعا للضعف في التنصيق لأنه احنا بنقول المشروع بيتم إدارته من خلال قسم وظيفي وبيتم الاستعانة بالأقسام الوظيفية الأخرى فنتيجة للاتصالات اللي بتاخد وقت ونتيجة للجهد التنصيقي اللي ما بيكونش جيد نتيجة لدخول أو اطلاع العديد من الأقسام داخل عملية التنفيذ فطبعا المؤامر قد يحتاج عشان ناخد قرار معين نحتاج إلى اجتماعات نحتاج إلى مرسلات قد تتأخر هايزين مرسلات ونتيجة لذلك بيقول لي قد تتأخر الاستجابة لمتطلبات العميل أو قد تكون بطيئة نوعا ما فده ممكن يأثر على رضاه أو يأثر على كفاءة المشروع زير تندنسي تصب بطيئة بروجيكت بيكون هناك نوع من عملية الميل إلى التحسين أو التعديل المستمر في المشروع يعني بيتم تنفيذ المشروع بشكل ما ثم يتم إعادة النظر ويتم التحسين مرة أخرى تأتي إدارة وظيفية تدلي بدلوها في الموضوع فيتم التعديل وطبعا ده بيؤثر على التكلفة وبيؤثر على التوقيت الخاص بالمشروع بخلاف أن تكون هناك إدارة وضعت خطة مسبقة لاستعانة بجميع الخبرات وتم يتم التنفيذ بشكل جيد منذ البداية احنا اتفقنا أن ميزة فريق عمل المشروع أن هما بيكونوا على قلب واحد وبيكون عندهم دافعية نحو الإنجاز لأن هما بيشعروا بالمسؤولية نحو هذه المهمة إنما هنا فيقول لي لما بيتم تنفيذ المشروع من الأقسام الوظيفية قد تميل دوافع المكلفين بهذا المشروع إلى الضعف يعني دوافعهم ما بتكونش قوية وأعرف نوع كده كده موظف في أحد الأقسام الوظيفية ومسؤول عن وظيفته الأساسية بيكونش عنده الولاء الكافي للمشروع ولا لتنفيذه التنظيم التنظيم عموما أو الترتيبات التنظيمية الموجودة ما بتسهلش أو ما بتجعلش هناك نظرة شمولية للمشروع أو منهج شامل للمشروع لأنه بيعتبر تنفيذ المشروع عبارة عن أجزاء بناخدها من الأقسام المختلفة ثم نجري لها عملية كأنها عملية تجميع أو بيتم تنفيذ مرحلة من المشروع من خلال إدارة أو قسم في المنظمة ثم تأتي إدارة أخرى تنفذ الجزء الآخر فليس لا يوجد هناك النظرة الشمولية التي تنزل إلى المشروع بشكل إجمالي لكي تخرج نتائجه بشكل صحيح بنسبة 100% يعني كأنه كل واحد بيأتي لإتمام مهمة ما قبله فقد يتم مثلا التجاهل بعض الأخطاء قد يتم التغاضي عن بعض العيوب بحجة إنها مش من قسمنا أو من قسم آخر أو من إدارة أخرى أو إحنا مش هنبقى مسؤولين في الآخر عن النتيجة طبعا بعلاجة لتلك المشاكل وكما ذكرنا منذ عقد أو أكتر ظهر شكل جديد من الهيكل التنظيمية اللي هو Pure Project Organization أو كما يطلق عليه Projectized Organization الهيكل التنظيمي المشاريعي أو هيكل تنظيم المشروع The Project is separated from the rest of the parent system في هذه الحالة المشروع separated منفصل عن الهيكل التنظيمي أو عن المنظمة بوظائفها التقليدية بشكل عام It becomes a self-contained unit with its own technical staff its own administration tied to the parent firm by the tenuous standards of periodic progress reports and oversight هنا بقى بيتم فصل المشروع عن باقي النظام الأصلي وبقى عندنا وحدة خاصة بالمشروع قائمة بذاتها لها الطاقم الفني الخاص بها وإدارتها الخاصة طبعا بترتبط بالشركة الأم من خلال التقارير الدورية ومن خلال عمليات الرقابة اللي بتمارس عليها من الشركة الأم هنا الهيكل اللي بقى فيه المشروع مستقل بذاته طبعا بنتلافع العيوب السابقة اللي ذكرناها في الهيكل المشاريعي الوظيفي تعالوا نشوف الادفانتجز أو المنافع الخاصة بهذا النوع من الهيكل The project manager has full line authority over the project الهيكل المدير المشاريع أو مدير المشروع له السلطة الكاملة طبعا طالما له السلطة الكاملة إذن يسأل عن كافة الجوانب بيبقى هناك سلطة ومسئولية عن كافة جوانب المشروع جميع أعضاء فريق عمل المشروع مسؤولين مباشرة من مدير المشروع أيضاً نستكمل الفوائد نتيجة لأنه هناك هيكل متخصص للمشروع ومجموعة عمل تحت رئاسة واحدة فبيتم بيتم اختصار عمليات الاتصال أو بيتتم عمليات الاتصال ما بين الموظفين وما بين الإدارة وما بين المشروع والإدارة بشكل سريع وده طبعا بيقلل من الوقت المطلوب للمشروع وبيقلل من المشاكل أو الأخطاء اللي ممكن تحصل عكس ما تكلمنا في الهيكل الوظيفة يمكن للمشروع أو لتنظيم المشروع أنه يحافظ على كدر دائم أو مختصين بشكل دائم خبراء في مهارات أو في تقنيات محددة يقدر أنه يحتفظ بيهم ضمن فريق المشروع وبالتالي يبقوا متاحين للمشروع طوال الوقت وهنا أنا فصلت لكم هاي لفل كميت الوظيفة هم بيكون عندهم ولاء كبير جدا إنما فريق المشروع بيتمتعوا بهوية منفصلة خاصة بيهم إن هم فريق عمل مشروع معين أو هم دول الفريق المختص بالمشاريع داخل المنظمة فبيبقى عندهم الدفعية إن هم ينجحوا المشاريع اللي بيشتغلوا فيها وبيشتغلوا طبعا بيعملوا بمستوى عالي من الالتزام داخل هذا المشروع بيتم تعزيز الكدرة على اتخاذ القرارات السريعة بشكل كبير طبعا إحنا قلنا إنه هو تحت قيادة واحدة تخصصين في المشروع عندهم التفويد الكامل والمسؤولية الكاملة عن هذا المشروع وبالتالي في حالة طلب تعديل أو طلب تغيير أو كذا بيتم إجراؤه بشكل سريع بخلاف أما نكون محتاجين إنه نرجع بقى لإدارات تانية ونحصل على العديد من الموافقات فاتخاذ القرار بيتم سريعا منطبع من أهم المبادئ الإدارية إنه يكون هناك وحدة لإصدار الأوامر بمعنى أن يكون كل الموظفين مسؤولين أو كل موظف مسؤول من رئيس واحد عارف إنه له رئيس واحد هو اللي بيوجه له الأوامر فده طبعا موجود لأنه نحن قلنا أنهم كلهم مسؤولين من مدير المشروع بخلاف لما يكون الموظف جاي بيشتغل في المشروع بشكل مؤقت وهو عنده أصلا مدير وظيفي فهنا بيحصل تضارب في وحدة الأمر لازلنا بنتحدث عن الفوائد الهياكل المشاريع أو هيكل التنظيم المشاريعية بناءها أو شكلها سهل وبسيط وفيها مرونة هيكلية مما يجعلها سهلة الفهم وسهلة التنفيذ نسبيا أرضو فيه مرونة انت الهيكل بتاعك لو حابب تطلع منه حد وتدخل له حد تاني أو تعين فيه شخص ما فيش مشكلة الموضوع بيبقى بسيط هنا بقى بنقول ان الهيكل التنظيم المشاريع ده بيدعم الشكل الشمولي أو النظرة الإدارية الشمولية للمشروع احنا اتفقنا أو قلنا من ضمن عيوب الهيكل الوظيفية ان هي ما بيكونش عندها النظرة الشمولية للمشاريع بمعنى ان كل قسمة أو إدارة بتقوم بالجزء اللي عندها فقط ما بتهتمش بتحقيق الترابط بين كل الأجزاء وان المشروع يطلع بالوجه الأكمل لكن هنا ده طبعا بيحقق النهج الشمولي كما ذكرنا طيب أكيد طبعا في disadvantages أو عيوب مجرد بيحقق اشترك الدفاع ينق في دعو عندما كنت تأخذ مجرد مجرد من مجرد تكون الأجزاء مجرد هذه مجرد مجرد لتشكل قد بسبب من كل مجرد من الجزاء إلى المشروع عندي هنا مشكلة في عدم الكفاءة في استخدام الموارد وخصوصا الموارد البشرية بيقول لي لما المنظمة أو المؤسسة بيكون عندها أكتر من مشروع بتنفزهم في نفس الوقت فطبعاً احنا بنحتاج أن احنا نوظف ناس في كل مشروع من تلك المشاريع فولي ستاف دي يعني نحط التخصصات كلها في كل مشروع التخصصات اللازمة لإتمام المشروع فده ممكن يؤدي إلى ممكن يؤدي إلى الدوبلكيشن ممكن يؤدي إلى اسدواجية في الجهود في كل مجال من مجال الموظفين اللي احنا بنشتغله على سبيل المثال مثلاً الموظفين الإداريين اللي بيقوموا بأعمال روتينية أو وحدات الدعم التكنولوجية المتطورة اللي بيكون أصلا عندنا منها نضرة داخل المنظمة فبنحتاج نخصص لكل مشروع الفريق الخاص به بكل وظائفه فده بيعمل طبعا إيه؟ ازدواجية وجهد إضافي وتكلفة إضافية طبعا احنا في الهايكا الوظيفة كنا قلنا ان الناس المتخصصين دول موجودين في الأجسام وبنخليهم يشتغلوا أحيانا في كذا مشروع في نفس الوقت فده من ضمن العيوب للبروجيكت أورجنزيشي في مشكلة هنا ان الناس اللي عندهم مهارات فنية معينة مهارات تقنية مهمة قد يتم تعيينهم داخل المشاريع طبعا بيبقوا نادرين بنقول ندور عليهم عشان نجيبهم وبنلاقيهم قليلين في السوق والمشكلة أنهم قد يتم الاستعانة بهم أو تكلفهم وطلب ذلك منهم وما يكونوش متاحين وبالتالي تعيينهم أو تكلفهم وبدء أعمالهم في المشروع بيتوقف على مدى إتاحتهم وليس عند الحاجة إليهم يعني أنت ممكن تحتاج لهم وتبقى عايز تعيين أو تستعين بحد من الناس اللي عندهم مهارات فنية معينة مش موجودين بالكتير ويقولك لأ أنا مش فاضي فتضطر أن أنت تستنى أو تعطل عمل المشروع لحد ما يكون متوفر هذا الشخص أو هؤلاء والأشخاص فعندما يكونوا متاحين وليس عند الحاجة إليهم وبعدين لما أنت تجيبه بقى فأنت خايف تفقده مرة أخرى أو يمشي وما يرجع لكش أو يستعينه بيه في مشروع آخر في شركة تانية فبيميلوا إلى أن الناس دول بيحتفظوا بيهم في المشروع لفترة أطول من اللازم على الرغم منك ممكن تكون محتاج استشارته بس لوقت صغير لكن أنا خايف يزهر لي احتياج تاني لهذا الشخص فبفضل محتفظ به فترة أطول من الزمن وده بيحملني تكاليف طبعا أعلى طبعا اللي قدام حضراتكو ده هو شكل الهيكل التنظيمي المشاريعي أو البروجيكتايز أورجانيزيشنال ستركشور زي ما أنتوا شايفين كده المؤسسة مكسمة إلى مشاريع مدير مشروع وفريق ومدير مشروع وفريق ومدير مشروع وفريق وهكذا ويتم تكلفهم بالمشروعات المختلفة داخل المنظمة طيب ستيل بنتكلم عن الدس أدفانتجز أو العيوب الخاصة بالهيكل التنظيمي المعتمد على المشروعات يقولي العيب الأول والثاني اللي قلناهم بيخلوا المشاريع مكلفة جدا أو هيك المشاريع مكلفة جدا للمنظمة ثلاثة شخصين مدير مشروعات تنظيم مدير مشروعات في التكنولوجيا ولكن يجب أن يتبع في أخرى مدير مشروعات الأفراد اللي بيشاركوا فيه المشاريع بيتعمقوا في التكنولوجيا بتاعة المشروع لكن قد يميلوا إلى أن هم يعني يتخلفوا أو يكونوا أقل اهتماما بمجالات أو بتخصصات أخرى من مجال خبرتهم يبقى هم ممكن يكون عندهم خبرات كتير جدا أنت بتستغلهاش أنت بتخليهم يطبقوا أو يهتموا بالجزء الخاص بالتكنولوجيا فقط اللي أنت بتستخدمها في المشروع رغم أن هم عندهم مهارات كتير متنوعة لكن طبعا هو متخصص في هذا المشروع فلا يتم استغلال تلك المهارات هم هنا بقى بيقول لي إيه بيقول في بيئة المشروع دايما بيكون عندنا برضو في بيئة عمل المشروع بيقول لي أحيانا إحنا بنتخطى بعض الجوانب الإدارية وبنتخطى بعض الموافقات الضرورية المطلوبة في العمل الإداري في المنظمة بحجة أن ذلك يعد استجابة للعميل أو استجابة للتكنولوجيا أو التطور التكنولوجي وما إلى ذلك برضو من ضمن الدس أدفانتج بيقول لي هنا التيم ميمبرز فروم سترونج أتاشمنت توزا بروجيكت أند تو إيتش أذر أديسيز نون آز بروجيكتسيز ديفيلوبز هنا بقى في حاجة اسمها في بيئة المشروع يعني أعضاء الفريق بيرتبطوا بالمشروع وببعضهم البعض بشكل كبير جدا وده بيقول لي بينتشر كأنه مرض يعني حاجة لما بيزيد عن حده بينقلب إلى ضده بمعنى أن الولاءات والانتماءات وما إلى ذلك تكون لفريق العمل بشكل زائد عن اللزوم وأحيانا يتعارض ذلك مع مصالح المنظمة ومع أهداف المنظمة بشكل أو بآخر بشكل غير ملحوظ طبعا بحيث أنه بيقول لي هنا أهداف بيحصل بقى أنه زي ما قلتلكم الولاءات بتكون للمشروع ولفريق المشروع بشكل أكبر من المنظمة نفسها وبينتج عن ذلك أنه ممكن يحصل نوع من الصراع واعطاء الأولوية لمصالح أخرى فوق المصلحة الأم للمنظمة أهداف 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 أو إنهاء خدماتهم نظرا لنهاية عمر المشروع طبعا دي مشكلة كبيرة بيظهر عندنا بقى الشكل التالت وهو الشكل الوسط من الهياكل التنظيمية The Matrix Organization The Matrix Organization is combination of the two project and functional الاثنين مع بعض It is a pure project organization overlaid on the functional divisions of the parent firm بيتقال عليها الهيكل التنظيمي المصفوفي أو منظمة المصفوفة وهو عبارة عن هيكل تنظيمي مشاريعي متركب أو مبني على هيكل وظيفي أو على قسم وظيفي Depending on which of the two extremes functional or pure it most resembles The project or strong matrix must resembles the pure project organization The functional or weak matrix must resembles the functional form of organization Finally, the balanced matrix lies in between the other two عندي دلوقتي حاجة اسمها الهيكل التنظيمي أو المنظمة المصفوفية وهيكل التنظيمي المصفوفي ده بيتكون من الاثنين مع بعض من البروجيكت ومن functional organization وبيعتمد على من له السيطرة يعني إيه يعني إذا كان الإدارة العليا قد مكنت الهيكل الوظيفي أكثر يعني مدير الوظيفي هو له سلطة أعلى من مدير المشروع نظراً مثلاً لأن الأعمال الروتينية في المنظمة هي الأكثر وهي التي تتم بشكل دائم بينما المشروع شيء مؤقت فطبعاً هنا المدير الوظيفي بيكون أقوى وأهم من مدير المشاريع وبالتالي الشكل ده بنقول عليه functional matrix أو بنسميها weak matrix weak matrix المصفوفة الضعيفة أو الهيكل المصفوفي الضعيف اللي هو بيكون فيه المدير الوظيفي سلطته أعلى من مدير المشاريع أما لو مدير المشاريع سلطته أعلى من المدير الوظيفي لأن طبيعة عمل المنظمة مشاريع لكن طبعاً مطلوب أن يكون فيها هيكل وظيفي وإدارات وخلافه فبيكون فيه هيكل وظيفي وهيكل مشاريع معاه لكن هيكل المشاريع بيكون أقوى ومدير المشاريع بيكون أقوى والشكل ده بنسميه strong matrix أو project matrix الهيكل المصفوفي أو الهيكل القوي أو الهيكل المصفوفي المشاريعي ولو عندنا الاثنين لهم نفس الأهمية بنسميه Balanced Matrix أو المصفوفة المتوازنة In practice there is an almost infinite variety of organizational forms between the extremes and the primary difference between these forms has to do with the relative power decisions authority of the project managers and the functional managers حسب القوة وحسب من له السيطرة أكثر أو من أعطت له الإدارة العليا صلاحيات أكثر فبتتأرجح قوة السلطة ذهابا وقيابا ما بين مدير المشاريع والمدير الوظيفي Housing the project in a functional organization was simply too constraining Setting it up as a pure project was workable but expensive because of the need to duplicate expensive technical talent when more than one project was involved The matrix organization which allows the project manager to draw temporarily on the technological experts and assistance of all relevant functions was a way out of the dialogue طيب بنقول هنا أن إدراج المشروع في المنظمة وهي أصلا منظمة بتعمل بشكل وظيفي أو هيكلها وظيفي طبعا كان زمان مقيد من الغاية وكان تحويل العمل لمشروع كان بيبقى مكلف جدا لأن احنا بنتطر أننا نخصص ناس لأعمال معينة وناخدهم من أغسامهم وده كان بيبقى مكلف لكن الماتريكس organization حلت لنا المشكلة دي وخصوصا طبعا لو كان بيتم أكتر من مشروع في المنظمة يعني واحنا ما كناش عاملين حسابنا على هيكل مشاريعي خالص فكان الموضوع بيبقى مكلف وصعب التنظيم المصفوفي بقى بيسمح بوجود هيكل تنظيمي مشاريعي جوه الهيكل الوظيفي ومعروف من الأشخاص اللي يمكن الاعتماد عليهم في حالة توفر مشروعي ما يبقى هو موجود احتياطي وبيسمح لمدير المشروع أنه هو يستفيد برضو من الأفراد زوي الخبرات التكنولوجية القوية ويعتمد عليهم بشكل مؤقت في المشاريع وممكن زي ما قلنا واحد منهم مهارته ندرة شوية يشرف ويعمل في أكثر من مشروع وده طبعا بيوفر التكاليف بتاعتنا ووفر لنا الخبرات الندرة والموارد الندرة الشكل اللي قدام حضراتكو ده هو شكل الماتريكس ارجانيزيشن الستراكشر زي ما حضراتكو شايفين الأقسام الوظيفية موجودة عادي جدا الاتش ار مناجر مع الموظفين بتوعه وفيه دايركتور اوف بروجكتس بيشرف على او معاه اكتر من مشروع بروجكت ماناجر وان تو ثري فور وبياخدوا احتياجاتهم من العمالة ومن الموارد وخلافه من الأقسام الوظيفية الأخرى وطبعا احنا قلنا قوة مدير المشروع بتحكم على كيفية تسمية المصفوفة فلو مدير المشروع سيطرته أقل بتبقى ويك ماتريكس لو سيطرته أعلى بتكون سترونج ماتريكس او الفوائد اول حاجة بيقول لي اهم المنافع يعني نقطة التركيز هنا بيكون هو مدير المشاريع زي ما قلنا مدير المشاريع موجود وحسب قوته وسلطته بنحدد الماتريكس بتاعتنا وفي نفس الوقت هو موجود وعند الحاجة إليه بنستخدمه في الوقت المناسب The project has reasonable access to the entire server of technology in the functional divisions هنا في حالة تدخل الأقسام الوظيفية مع إدارات المشاريع بيمكن لإدارات المشاريع بما أنهم في هيكل واحد أنها يتاح لها الدخول والوصول إلى كافة الإمكانيات التكنولوجية والمادية لدى الأقسام الوظيفية فكأن عندها الباور الخاص بالمنظمة ككل There is less anxiety about what happens when the project is completed than is typical of the pure project organization لا يوجد علاقة هنا من أن المشروع عندما ينتهي الموظفين سيتم تسرحهم أو فصلهم لا هم كده كده موجودين داخل الهيكل التنظيمي مع الإدارات الوظيفية التانية وليهم مكانهم The response to the client needs is a rapid as in the pure project case and the matrix organization is just as flexible الاستجابة لإحتياجات العميل سريعة كما هو الحال في الهيكل اللي بتعتمد على المشاريع وطبعا هيكل المصفوفة بيسمح بالمرونة بشكل كبير جدا آه في عندي مشاريع وفي عندي لها هيكل وعندي لها فرق معينة ومحددة وبالتالي وهي متدخلة مع الهيكل الوظيفية وبالتالي سرعة الاستجابة لمتطلبات العميل ما بتحتاجش بقى كمية الاتصالات الطويلة جدا اللي هي بتبقى موجودة لو أنا عندي هيكل تنظيمية وباستخرج منها هيكل مشاريعي بشكل مؤقت أو فريق مشروع بشكل مؤقت طبعا الموضوع بيختلف بشكل كبير أيضا نمبر فايف في هنا اتفاق واتصاق مع المنظمة الأم مع سياستها ومع ممارساتها وإجراءاتها لأن المشروع غير منفصل عن الإدارات الأخرى وغير منفصل عن المنظمة الأم هو موجود داخل الهيكل التنظيم يكون في توازن جيد على مستوى الموارد والحصول على الموارد اللازمة وده بيحقق لنا أهداف الوقت والتكلفة والأداء المطلوب لكل مشروع من المشاريع اللي بيتم تنفذها هنا في great deal of flexibility في كيف الم ملتوجه في شخص عمل مجتمع في أن يستطيع التستخدم إلى تجربة تأمور م personnel ويجب أن يستطيع التمجب ومع المشاريع في قدر كبير جدا من المرونة في تنظيم المشروع بحيث انه نقدر ان احنا ننصق بين هذا المشروع والمشاريع الاخرى التي تتم في نفس الوقت وده ما لا يحدث تضارب في المنظمة وبيكون طبعا الشكل التنصيخي افضل من الهياكل الاخرى طيب تعالوا لقى الـ Disadvantages أو عيوب matric organizations أو matric organizational structure الهيكل التنظيمي المصفوفي طيب وين داوة إكزيست about who is in charge the work of the project suffers إذا العمل يكفل resume and highly visible, doubt about his in charge can foster political inviting for the credit and glory. If the project is failure, political inviting will be even more brutal to avoid blame. هنا بقى في مشكلة لما طبعا احنا اتفقنا انه الهيكل الوظيفي متركب في الهيكل التنظيمي مع هيكل المشاريع هيكل المشاريع المتداخل مع الهيكل الوظيفي في مشكلة لها علاقة بالمسئولية تحديد المسئولية وده طبعا بيعمل مشاكل للمشروع لما يكون المشروع ناجح وواضح والموضوع يعني ماشي كويس فبيحصل اقتتال زي ما هو كاتب كده او بيحصل يعني ايه صراع داخلي مين اللي ليه الفضل فيه ناجح المشروع المدير المشروع ولا المدير الوظيفي ولا مين بالزبط ولما بيبقى فيه فشل برضو كل واحد بيلم اللوم على التاني ان هو السبب في فشل المشروع اول حاجة نومبر تو طبعا احنا بنستخدم موارد المنظمة علشان نقوم باكمال او انهاء عدة مشاريع فنقل الموارد من مشروع لاخر زي مثلا الالات والمعدات لتلبية الجدول الزمنية ممكن يؤدي الى حالة من الاقتتال او الصراع بين رؤساء المشاريع كل واحد منهم عايز ينجح مشروعه وعايز الموارد تجيله هو الاول وعايز الموارد تبقى عنده اطول فترة ممكنة عشان يستغلها اكبر استغلال ممكن ولو فيه كسور شوية في الموارد هو عايز يحظى باكبر كمية منها قدر الايه المستطاع طبعا دي مشكلة كبيرة جدا The projects have individual identities Resist death Even in matrix organizations Project is still a serious disease انا لسه يلين على المرض ده والعرض ده المشاريع اللي عندها هوية منفردة كل مشروع له هوية مختلفة عن المشروع الاخر وبالتالي برضو مشكلة ان فريق المشروع او مدير المشروع بيبقى عندهم ولاقهم الاكبر للمشروع بتاعهم وللفريق اللي بيشتغلوا معاه وبشكل قوي ده برضو لازال مرض موجود او عرض خطير جدا موجود حتى في هيكل المصفوف يعني لما تلاقيه بيدافع بيدافع عن مشروعه هو بس بيدافع عن مصلحته الشخصية هو بس كل حاجة لها علاقة بالمشروع زي معايد التسليم زي الحصول على الموارد لها طبعا بتساهم بشكل كبير جدا في نجاح المشروع وبالتالي لو عندي مدير مشروع ما عندهش قدرات تفاوضية ضخمة ما عندهش علاقات بالإدارة العليا ما عندهش علاقات سياسية مش قادر ان هو يعني يتفاوض بنجاح ويخطط للتفاوض بنجاح فده يكون سبب في فشل المشروع على الرغم ان ممكن يكون عنده امكانيات فنية وعنده التيم الناجح وعنده المشروع نفسه مشروع جيد ولكن نتيجة لعدم التفاوض الجيد ورضاءه بأقل الموجود فالمشروع بيفشل ادارة المصفوفة شكل من الأشكال الجذابة من أشكال الإدارة مليانة بالمهارات ومليانة بالتنوع وفي نفس الوقت فيها فوضى كتير جدا لان هو المصفوفة حجمها كبر الهيكل التنظيمي حجمه كبر زيادة عن اللازم فده طبعا بيسبب مشاكل كتير جدا إدارية هنا بنتكلم عن الماتريكس مليانة بالماتريكس مليانة بالماتريكس مليانة بالممبر تتعلم عن مجموعة من المناسة تتعلم عن مجموعة من المناسة تتعلم عن المناسة ولكن ليس مجموعة الاجتماعية تقوم بعمل مجموعة الاجتماعي بمجموعة الاجتماعي بمجموعة الاجتماعية كما يمكن لذلك الاجتماعي في واحدة لا تستطيع بمجموعة في واحدة في واحدة نحن هنا بنتكلم عن أنه حبينا نعالج مشكلة التضخم الكبير ومشكلة أن الهيكل المصفوفة بما أنه تداخل ما بين إدارات وظيفية وما بين مشاريع والكلام ده كله فنحاول قدر المستطاع أن نحن نخلي الأفراد اللي موجودين يعرفوا بعض ونخلي في وسيلة للتعاون والتبادل الأفكار ما بينهم حتى لو أونلاين من خلال الإنترنت نشجع التواصل المتكرر ما بينهم طبعا التواصل وليس التجمعات زي ما بيقولي هنا but not social gathering اللي هي بتبقى موجودة أوقات العمل عشان ما نضيعش وقت العمل بنحاول أن احنا نقسم عمل المشروع إلى وحدات مستقلة جغرافيا قدر المستطاع علشان ما يتمش إعاقة التقدم في موقع بسبب التأخير فيه مواقع آآ أخرى دي كلها حلول طبعا بتحل مشاكل الحجم الضخم ومشكلة التواصل في الماتريكس أرجانيزيشن طيب تعالي نتكلم عن نوع تاني بقى المشاريع آآ المشاريع الانلاين وبيقول لي هنا المشاريع الافتراضية اللي بيتجوز فيها العمل ضمن فريق المشروع حدود الزمنية والمكانية أو التنظيمية أو حتى الثقافية للناس وبالتالي ذات الانلاين يمكن أن تعمل في موقع الوقتين جيوغرافيا تعمل في موقع مختلفة أو تعمل في مجلسة مجلسة في كل حالة المشاريع الافتراضية سهلت العمل بشكل كبير جدا ممكن الناس موجودة في دول مختلفة بثقافات مختلفة بلغات مختلفة يشتغلوا على بروجيكت واحد ويقدروا أنهما ينجزوه من خلال الانترنت وقد ينجزوه بشكل كامل وقد يحتاجوا إلى اجتماع أو اتنين فعليين ولكن يعني قد يتم إنجازه بشكل كامل اونلاين أو افتراضيا زي ما هو بيقول هنا كده ممكن الاجتماع الفعلي الأول يكون للانطلاق والاجتماع الفعلي الأخير للفلشينج أو للمراجعة طبعا وهنا في شوية توصيات كده لإنجاح المشاريع الافتراضية أو لتقنين استخدام المشاريع الافتراضية إنه بنستخدم الفرق الافتراضية نستخدمها في المشاريع الصعبة والمثيرة للاهتمام ولكن لازم نتأكد إنها مفيدة للشركة والفريق كمان في بعض المشاريع اللي لن نستطيع تنفذها إلا إذا تمت بهذه الطريقة أيضا بنطلب من الناس اللي بتشتغل في المشروع إنه يكونوا أكثر حماسا والتزاما بالاجتماعات وبالتنفيذ وبموعيدها وما إلى ذلك وده طبعا الهدف الأساسي من المشروع إحنا بنحاول إنه ننفذ المشروع وبنريحهم من بعض العوائق ولكن لازم يلتزموا بثقافة المشاريع طيب تعالوا بقى نتكلم عن احنا اتكلمنا عن هيكل تنظيمية كتير وأشكال كتير من هيكل التنظيمية نختار أي منها أو الأفضل كيف نختار شكل التنظيمي المناسب لنا كيف نختار شكل التنظيمي المناسب لنا and no step by step procedures that give detailed instructions for determining what kind of structure is needed and how it can be built لا يوجد قاعدة أساسية لهايكل التنظيمي المناسب لك ولا يوجد قوانين محطوطة تحدد هذا المجال ولا يوجد إجراءات أيضا تحدد لك الخطوات التي تستطيع أن تختار منها الهيكل التنظيمي All we can do is consider the nature of the potential project the characteristics of the various organizational options the advantage and disadvantage of each the cultural preference of the parent organization and the best for us عشان نختار هيكل التنظيمي المناسب فنشوف طبيعة المشروع اللي احنا دخلينه خصائص لا مش طبيعة المشروع طبيعة المشروع اللي احنا بنشترك فيها طبيعة المنظمة والبيئة المحيطة بينا ثقافة المنظمة الأم وطبيعتها ونقدم أفضل حل وسط أو نختار بناء على المعايير اللي احنا نضعها لأنفسنا بيقول لي مفيش قاعدة أساسية لكن هناك بعض الإشارات على سبيل المثال بيقول لي بيقول لي هنا أنه أنه مثلا الهيكل الوظيفي مناسب لأن يكون هو الشكل التنظيمي المفضل للمشاريع اللي تركيزها بيكون تحول تكنولوجي معين أو تطبيق متعمق للتكنولوجيا بدلا من الإنجاز السريع أو التكلفة أو الوفاء بجدول زمني معين يعني لو أنت تركيزك مش الوفاء بجدول زمني أو تكلفة أو كذا أنت تركيزك أنك تتحول بالمنظمة اللي كانت بتستخدم تكنولوجيا قديمة مثلا تكنولوجيا جديدة تطبيق مجال تكنولوجيا صعب تطبيقه فالهيكل التنظيمي الوظيفي مناسب بالنسبة لك بشكل كبير جدا برضو بيكون الهيكل الوظيفي مناسب للمشاريع اللي تستخدم رأس مال كبير جدا أو معدات أو مباني اللي هي أصلا بيتم استثمارها في المنظمات الهيكل الوظيفية بتاعتها يعني إحنا بناستخدم المنظمة أكيد بيكون لها مباني ضخمة أكيد بيكون لها مقرات إدارية الألات والمعدات الأساسية بتكون موجودة في الأقسام الوظيفية لما المشروع بتاعك يتطلب حاجة زي كده في الأفضل أن يشرف عليه الهيكل الوظيفي لأن هم معتادين على هذا المجال وروتينيا بيشتغلوه بكل أرياحية طيب إذا الشركة تنفذ في مجال المقاولات كبيرة مثلا شركة شغالة بيقول لي لو شركة شغالة في كذا مشروع متشابهين مثلا شركة بتشتغل في مجال المقاولات فمتنفذ كذا مشروع The pure project form is preferred يبقى في الحالة دي الهيكل التنظيمي المشاريع هو المناسب The same form would generally be used for one time Highly specific unique task that require careful control and are not appropriate for a single functional area مثلا The development of a new product line for an instant يبقى The pure project organizational structure مناسب زي ما قلنا لو الشركة باصلا طبيعة عملها مشاريع زي شركات المقاولات والبناء أو زي ما بيقولي هنا كده لو الشركة دخل على تنفيذ حاجة مهمة معينة فريدة من نوعها ما بنعملهاش كتير وهتتعمل مرة واحدة ومطلوب مننا التحكم كبير جدا في الوقت وفي التكاليف زي مثلا ان احنا نطور منتج جديد في الحالة دي المناسب للموضوع هو الهيكل المشاريعي نتكتب تكون افضل اما بقى اما بقى هنا بقى في الحالة اللي اصلا المشروع بيتطلب او مطلوب انه يكون متكامل مع البرانت ارجانيشن ومحتاجين ان احنا نستخدم في المشروع ده عدة مجالات وظيفية والمشروع بيتطلب تكنولوجيا متطورة لكن ما بيتطلبش مثلا ان وجود متخصصين فنيين طول الوقت متفرغين للمشروع في الحالة دي الماتريكس ارجانيشن هي المناسبة الفانكشنال هيفدني في ان انا اقدر اطبق المجالات الوظيفية اللي انا عايزها والتكنولوجيا اللي انا عايزها وفي نفس الوقت المختصين اللي انا بحتاجهم باخدهم او بيشتغلوا معايا بشكل تنبراري وبيرجعوا تاني لشغلهم الاصلي او بستفيد منهم استشاريا طيب عندما نختار النموذج التنظيمي يقولي اول حاجة اول حاجة حدد الاهداف بتاعة المشروع اللي بتوضح لك النتائج او المخرجات الرئيسية اللي انت بحتاجها من هذا المشروع عشان تعمل هيكل تنظيمي مشاريعي جيد لازم في الاول خلص تحدد هدفك والنتائج اللي انت عايزها انت هتحدد المهام اللي انت عايزها عشان تنجز بيها اهدافك وتحدد الوحدات الوظيفية الموجودة في المنظمة او الاقسام اللي تقدر انها تخدم لك او تنجز لك هذه المهام يعني مثلا بقول ايه انا في بعض العمل اللي انا محتاجه محتاج فيه مهندسين في تخصص معين طيب اقدر اجيبهم منين انا اعتمد عليهم منين اقدر اعتمد عليهم من ادارة العمليات او ادارة الانتاج او ادارة الهندسية مثلا محتاج ناس بقى عشان يبتدوا تفاوضوا مع السوق مع الاوملة ويعملوا لي شوية ماركتنج انا باعتمد علي ادارة التسوين arrange the key tasks by sequence and decomp them into work packages طبعا بقسمهم الى المهام دي الى وحدات الى حزم عمل اساسية determine which organizational units are required to carry out the work package and which units will work particularly closely with which other بحدد بقى الوحدات التنظيمية اللي هتنفز لحزم العمل دي وايه الوحدات التنظيمية في المنظمة المرتبطة بالوحدات الاخرى واللي هتشتغل معاها عشان ينتجولي المخرج النهائي اللي انا عايزه list any special characteristics or assumptions associated with the project مطلوب ان احنا نحدد ونسجل اي مواصفات خاصة او اي افتراضات خاصة بالمشروع for example level of technology probable length and size of the project مستوى التكنولوجيا المطلوب مدى طول المحتمل لمدة المشروع حجم المشروع potential problems with individual ايه المشاكل المحتملة اللي ممكن تحصل مع الافراد اللي بيشتغلوا معاها في المشروع و in light of the above يقول لي في ضق ما سبق and with full recognitions of the true and cons associated with structure forms choose a structure في ضق ما سبق وما عدركك الكامل للإيجابيات والسلبيات المرتبطة بكل شكل اختار او ابني الهيكل التنظيمي المشاريعي الخاص بك طيب بعد كده والانصر الاخير في محاضرة اليوم بنتكلم عن two special cases risk management and the project office هنتكلم عن ادارة المخاطر وهنتكلم عن project office او مكتب المشاريع in the entire history of project from the beginning of time until the day after tomorrow no project has ever been completed as it was planned uncertainty is a way of life of four project managers and their projects يقول لي منذ الحديث عن المشاريع وإدارة المشاريع لحد النهاردة مفيش مشروع تم بالطريقة اللي كان متخطط لها ومفيش مشروع مكانش فيه مشاكل او اخطاء دايما فيه uncertainty او حالة من عدم التأكد the successful execution of project is a complex managerial task and require the use of planning budgeting scheduling and control tools with which is a new file bm may be not be completely familiar انجاز المشروع ونجاحه او النجاح في تنفيذ المشروع مهمة ادارة معقدة تتطلب استخدام التخطيط والميزانيات والجدولة عشان الوقت والتحكم او الرقابة والحاجات دي قد ليكون مدير المشروع المبتدئ اللي هو لسه داخل جديد على ضراء بها تماما طبعا بيقول لي هنا in addition there are contractual administrative and reporting duties that must be performed in accord with the law the wishes of the client the rules of the organizational homes of the project بالاضافة لكده كمان في بقى واجبات قانونية وتعاقدية بيتم اعدادها وفقا للقانون متوفقة لازم تكون مع رغبات العميل وبتاع فدايما فيه عمل كتير جدا وجهد كتير جدا والعمل ده كمان محاط بالuncertainty او عدم الايه التأكل dealing with uncertainties has come to be known as risk management in order to deal with the managerial and administrative issues in a way that meets the parent organization's rules for management and administration many firms have created the project management عشان نحل المشاكل دي خلقوا او كونوا ما يعرف بال project management office مكتب ادارة المشاريع طيب ايه مكتب ادارة المشاريع ده مكتب ادارة المشاريع قبل ما نعرفه خلينا ناخد برضو معلومة كده عامة عن risk management احنا طبعا عارفين risk management وعرفناها قبل كده بان هي the systematic process of identifying, analyzing and responding to project task consist of seven sub processes عملية ادارة المخاطر هي عملية منهجية بتحدد مخاطر المشروع بتحللها وبتحدد كيفية الاستجابة اليها وهي بتتكون من سبع عمليات فرعية في حاجة اسمها risk management planning لها تخطيط ادارة المخاطر deciding how to approach and plan the risk management activities for a project دي بتحدد كيفية التعامل مع انشطة ادارة المخاطر في المشروع في حاجة اسمها risk identification determining which risk might affect the project and documenting their characteristics دي بتحدد المخاطر اللي ممكن تحصل وبتسجل او بتكتب الخصائص المحتملة لهذه المخاطر طيب في عندي qualitative risk analysis وعندي quantitative risk analysis تحديل المخاطر زي ما كده درسنا في دراسة جدوى المشروع في عندي تحليل نوعي او وصفي وفي عندي تحليل كمي من خلال الارقام بيحصل باقي الارقام وبالتوقعات الرقمية number five risk response planning تخطيط الاستجابة للمخاطر انت الوقت حددت المخاطر وحددت مواصفاتها وما الى ذلك كيف ستتعامل معها ده risk response planning developing procedures and techniques to enhance opportunities and reduce threats طيب فضلنا رقم ستة ورقم سبعة رقم ستة risk monitoring and control مراقبة المخاطر والتحكم فيه هنا بنحاول نرائب المخاطر وانتبعها وعشان اللي ظهر منها او النسبة اللي ظهرت منها نحاول نحد منها قدر المستطاع طول دورة حياة المشروع اخيرا create and maintain risk management data bank احنا الوقت عندنا data من العمليات السابقة ومن المشاريع السابقة فمن اهم وظائف ادارة المشاريع انشاء والحفاظ على بنك بيانات ادارة المخاطر عشان لما تعرض لهذا الخطر مرة اخرى او احتمالاته نقدر ان احنا نتعامل معه بشكل جيد وبالتالي بيقول لي هنا the risk management system should maintain an up to date data bank لازم نحافظ على ال data bank ده او بنك البيانات الخاصة بالمخاطر وبيتضمن عدة اشياء هنقول بعض الامثيل عليها identification of all environment that may be impact the project اي عوامل بيئية ممكن تأثر على المشروع ونسجلها identification of all assumptions made in the primary project plan that may be the source of risk for the project تحديد جميع الافتراضات اللي حطناها في خطتنا الاولية واللي ممكن تكون مصدر خطر للمشروع or risk identified by the risk management group complete with their estimated impacts on the project and estimates of their probability of a curing جميع المخاطر اللي تم تحديدها من قبل فريق ادارة الخطر كاملة مع اثارها المقدرة على المشروع لازم وتقدراتها الاحتمالية او تقدرات حدوثها بنسجلها عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا في ال data bank complete list of all categorized and keywords used to categorize risk قائمة كاملة بجميع الكلمات او الفئات اللي احنا صنفنا بيها المخاطر وحددناها بيها the details of all qualitative and quantitative estimates made on risk on states of the project environment برضو تفاصيل بجميع التقدرات النوعية والكمية اللي تم اجراءها بشأن الخطر وافتراضاته وبنحتفظ بيها برضو زي ما قلنا في ال data bank minutes of all group meetings including all actions the group developed to deal with or to mitigate its specific risk جميع الاجتماعات اللي عملناها بما في ذلك جميع الاجراءات اللي تم تطورها اه للتعامل مع المخاطر المحتملة او للتخفيف او للحد منها the actual outcomes of estimated risks and the results of actions taking to mitigate the risk المخرجات او النتائج الرئيسية للمخاطر المحتملة يعني احنا كنا متوقعين مخاطر معينة ايه اللي حصل منها بالفعل والنتائج اللي حصلت لما حاولنا ان احنا نخفف من هذه المخاطر او نقللها طيب تعالى بقى احنا اتفقنا انه في مخاطر واحيانا مدير المشاريع بيكونش عنده خبرة كافية فعشان كده احنا شكلنا ما يعرف بالبروجيكت مانجبنت اوفيس ايه هو مكاتب ادارة المشاريع بيتم انشاءها في المنظمات وبتؤدي اغراض مختلفة بعض مكاتب ادارة المشاريع بيتكون مكاتب اه يعني المكتب ادارة المشاريع ده بيبقى متحكم بشكل كبير جدا بيبقى ليه اهمية قوية جدا وبياخد سلطوته من الادارة العلية وبعضها بيقدي بعض الاعمال الروتينية البسيطة زي التنسيق وخلافه اه من بعض مهام البي ام اوز طبعا اه بيقول لي المكاتب بتتمتع بافضل مكاتب ادارة المشاريع ببعض الخصائص المشتركة بما في ذلك سمات ادارتها اه والتمتع بدعم تنفيذي قوي لان احنا اصلا عاملين مكتب ادارة المشاريع ده بغرض اه تسهيل عمل المشاريع فمن ضمن المهام مثلا يعني بيحددوا اجراءات ادارة المشروع وبيشاركوا في اعداد وتهيئة الميزانيات والجدولة وفي نفس الوقت بيبقوا هما اللي بيقدموا وبيتابعوا بيقدموا تقارير عن تنفيذ تلك العمليات بيقدموا الدعم والاستشارة للمشاريع بيقدموا خدمات التدريب والتوجيه لاعضاء المشروع لو هما نقصهم بعض المهارات بينفذوا عمليات التتبع والرقابة للمشاريع زي ما قلنا وادارة محافظ المشاريع او البرتفوليو اللي هي بيكون فيها اكتر من مشروع عشان نضمن ان هما كلهم متوافقين مع استراتيجية المنظمة اه برضو بيقول لي اه اه او تشجيع على تنفيذ عمليات ادارة جيدة للمشاريع ومتابعتها زي متابعة اجراء وتقديم العطاءات تحليل المخاطر وما الى ذلك تقييم وتحسين نضج ادارة المشروع في المنظمة احنا اتفقنا نضج ادارة المشروع ده اللي هو مدى ادراك ادارة المشروع للمهام المطلوبة منهم يعني بيعلموهم وبيدربوهم ويدعموهم تطوير وتحسين نظام ادارة المشروع في المؤسسة بيعملوا تدريب على ادارة المشاريع وبيساعدوا مدير المشاريع نبقى يبقى معهم شهادات مهنية معتمدة في ادارة المشاريع برضو بيقدموا خدمات استشارية لمدير المشاريع في المنظمة بيساعدوا مدير المشاريع بالتفاصيل الادارية اللي يقدروا يشتغلوا بيها زي تقارير الحالات او المتابعة انشاء وتقدير وتقييم المخاطر بيحددوا التغيرات اللي بتحصل في السوق او في المنظمات داخليا بيحددوا تأثيرها على المشاريع ويدوق تقرير بيها مراجعة وإدارة محافظ مخاطر المشاريع الخاصة بالمنظمة بما في ذلك ان هما ممكن يحدوا او يقللوا من عدد المشاريع النشطة عشان يخفضوا الكوارث اللي ممكن تحصل او الاسر السلبي اللي ممكن يحصل للمنظمة برضو من ضمن المهام بتاعتهم ان هما بيعملوا مراجعة وتطقيق للمشروع لا سيامة في وقت مبكر من حياة المشروع وبيقدموا زي تقرير او تنبيه عن اي شيء خطأ ممكن نشوفوه ممكن يحصل مانتين اندستور بروجيكت ارشيفز بينشؤوا قاعدة بيانات وبيجمعوا فيها البيانات المطلوبة بيبقوا هما الهيرو او البطل اللي بتابع مدى التمييز في ادارة المشاريع في المنظمة وبيشجعوا الحوارات اللي بتحصل واللي بتوضح قيمة المشاريع للشركة يعني فينا هزا ما قلنا بقوش مقتنعين بالمشروعات او كذا يبقى هول مكان اللي بيجتمع فيه مدير المشاريع وبيتناقشوا مع بعض وبنصقوا العمل مع بعض collect and disseminate information and techniques reported in project evaluation that can improve project management practices بيجمعوا بنشوروا المعلومات والتقنيات الوردة في تقييم المشروع او المشروعات المختلفة وده بيحسن من ممارسات ادارة المشاريع كل دي جاء يا جماعة مهام لمكاتب ادارة المشاريع احنا قلنا مكاتب ادارة المشاريع ليهم مستوات ومدرجات في مكاتب مهامها بسيطة وفي مكاتب مهامها كبيرة حسب ما الادارة بتحدد في عندنا L1 PMO يعني ده احنا نمشي بالتدريج كده مكتب ادارة المشاريع المستوى الاول ده that represents an information center reporting on project progress and assessing the organization's project maturity ده بيبقى زي مركز معلومات بيقدم تقارير عن تقدم المشاريع بس طيب المستوى الثاني من مكاتب المشاريع L2 PMO may establish project management procedures and practices from your project create database for risk analysis help project manager with administrative and managerial matters ده بقى المستوى الثاني من مكاتب ادارة المشاريع وبيكون بيحدد اجراءات ومارسات ادارة المشاريع وبينشر الدروس المستفادة من المشاريع السابقة ويبقى عنده قاعدة بيانات لتحليل المخاطر عشان يساعد مدير المشاريع في المسائل الادارية والتنظيمية مستوى الثالث L3 PMO may establish a resource database and monitor inter-project dependencies manage the project portfolio to ensure attainment of the organization's goals audit and prioritize individual projects and generally establish an enterprise project management system ده بينشئ قاعدة بيانات للموارد وبيرائب الاحداث اللي بتحصل وبيدير مجموعة المشاريع اللي موجودة في المؤسسة لضمان تحقيق اهداف المنظمة وبيراجع كل مشروع منهم وبيحدد اولوياته ويعني بيعتبر كده كأنه نظام لإدارة المشاريع في المؤسسة ككل يبقى دي تلات مستويات من نمازج لإدارة لمكاتب إدارة المشاريع في المنظمة حسب السلطة المخولة لهم الاقوى طبعا اللي هو L3 لانه بيعتبر هو اللي بينشئ نظام إدارة المشاريع كامل هو اللي بيبقى ماسك او بيشرف على المشاريع عشان يضمن تحقيق اهدافها واقلهم او اضعافهم هو المستوى الاول اللي بيعتبر مجرد مركز للايه للمعلومات فقط طيب The project team او فريق إدارة المشاريع طبعا هو بيبقى عبارة عن مجموعة من الخبرات الموجودة ويعني بيقول لي In addition to the PM The former key team members might need Plus an appropriate number of systems Arctic, engineering, testers, clerks and the like لازم يكون عندي System Arctic لازم يكون عندي Development engineer لازم يكون عندي test engineer لازم يكون عندي contract administrator لازم يكون عندي project controller support service manager الوظائف اللي احنا قلناها دي وظائف أساسية بخلاف العمالة والموظفين وباقي الوظائف اللي موجودة في المشروع الناس دول مهمين جدا لإتمام عمليات المشروع نفسه مهندس الأنظمة مهندس التطوير مهندس الاختبار وال test engineer مسؤول التعاقد أيضا project controller و support service manager الخدمات المساعدة نازم الناس دول كلهم يكونوا موجودين كل واحد بينهم بيقوم بالمهام الخاصة به وهم مكون أساسي في المنظمة من كده انتهت محاضرتنا أنا حاولت أن أنا ألخص فيها قدر المستطاع لأن نوعا ما محتواتها كتير شوية ذكروا المحاضرة من أولها الأخيرها ما تسيبوش أي جزء منها حتى الجزء الأخير project team حتى ده هجيبلكو فيه سؤال وعلى أخباطكو في الوظائف اللي موجودة دي وممكن أحطولكو وظائف مش موجودة أصلا فعايزكو تذكروا المحاضرة كويس وما تتصرعوش في الإجابة على الاختبار شكرا جزيلا لحضرتكو وأشوفكو على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته